موسيقى إذا مشاهدنا الكرام تابعنا هذا التغرير عن المؤتمر العربي للمياه ونتمنى التوفيق لجميع القائمين على هذا الموضوع أما ننتقل معا إلى موضوع آخر حيث أعلن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن اطلاق استراتيجية قطر للحكومة الأكترونية 2020 وذلك خلال افتتاحة مؤتمرا قطرية أو مؤتمر قطر للتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كتكم 2014 الحديث عن هذا الموضوع وعن معرض كتكم معنا في الاستيديو السيد حسين صلاة مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في وزارة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات حسين مساكل الله بالخير مساكل الله بالخير ومشكرا على استوضافتي اليوم الله يحييك بالنسبة لمؤتمر كتكم هذا واجبنا وأكرر الترحيب بك وأيضا نأخذ أو نبدأ معك الحوار في ما هي أبرز ملامح استراتيجية قطر لـ 2020 الحكومة الأكترونية في البداية نتكلم شوي عن كتكم يأتي كتكم في إطار جهود الوزارة لتطوير قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة لما لهذا القطاع من تأثير تشدري في تغيير معدلات النمو والاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة بما ينسجم مع رؤية وطنية لدولة قطر والتي هي بناء اقتصاد قائم على المعرفة هذا بما يخص المعرض نعم أما بالنسبة للستراتيجية اللي دشنها معالي شيخ عبدالله بن ناصر رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أمس مشكورا اللي هي معنية بتوفير رفاهية المواطن كيف هي اتطوع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحيث أن توفر الخدمات الحكومية والمؤسسات بين بعضها بعض وفي الأخير طبعا ينعكس على خدمة المواطن يعني هي عملية ربط نعم عملية ربط ولكن فيها جهود جبارة بحيث نوصل إلى شيء يوصلنا يوصل المستوى قطر اللي أعرض بما فيه احنا في المستوى الأعلى دوليا ولكن هذا رح بعد يدفعنا إلى أن نوصل إلى مستوى أعلى من اللي نعم طيب مثل هذا المشروع يعني كيف ممكن نعكس على مجمل اللي هو الفعاليات في قطر سواء كان فعاليات حكومية ولا فعاليات خاصة ولا اقتصادية يعني شون ممكن يرجع سفطة لعمرك هو المحتوى الاستراتيجية هذه توفر توفر في الوقت وتوفر في الجهد وتعطي الرابط بحيث أن أنت تقدر تعمل شغلك بطريقة أوفر وتواصلك لليلين تتبيه بطرق أسهل مثل استخدام الكمبيوتر كل شيء كل اللي توفر الحكومة من مثلا خلينا نقول أنت محتاج أنك تعمل مراسلاتك أو تخلص معاملاتك مع الدوار الحكومية هذه النعمة الاستراتيجية تتسهل عليك باستخدام التكنولوجيا المعلومية يعني بعملية الرابط نعم بتكون أسهل وأيضا مثل ما ذكرت حتى الوقت سيكون أقل فيها وتوقع هذه أيضا يعني خلنا نقول لك حفاظا أيضا حتى على ساعات العمل بتكون أكثر وأنشط من خلال هذا الرد حتى تبتعدون عن المحافظة على البيئة من خلال التخلص من معاملات الورقية وكذا نعم والاستراتيجية فيها أيضا مش بس تلمس الدوار الحكومية ولكن أيضا تلمس الشركات الخاصة والموجهات السعليم نعم كل نطاق الذي يجمع المجتمع من مؤسسات حكومية ومؤسسات وعياءات وأفراد ومواطنين نعم أكيد وهذا نتمنى نتوقع نكون أيضا عامل نشط بالنسبة لإستخدام الأشياء هذه بعيدة عامة مثل ما ذكر حمد الأوراق والمراسلات طيب بالنسبة للمعرض أبرز الفعاليات التي قيمت في هذا المعرض الله أسلم كدكم أول شيء فيها المؤتمر وفيه المعرض فيه فعاليات كثيرة المعرض فيه شركات وفيه مؤسسات ودوار حكومية موجودة طبعا تعرض اللي عندها اللي عنده منتج واللي عنده حلول يبرز اللي عنده اليوم و الدوار الحكومية والوزرات أو اللي عندهم مشاريع يعرضون شيء اللي عندهم من مشاريع مستقبلية بحيث يصير تواصل أما بالنسبة للفعاليات فعندنا الله يسلمك عدة فعاليات اللي هي تجدب الجمهور اللي وصلنا ويتفاعل معه عندنا الله يسلمك مسابقات فيه منها الأباثون لاباثون الله يسلمك هذه نجمع قروبات بأي أن كان طلاب أو ناس مختصين عشوائية أو قروبات ما عشوائية اللي يبغي يشارك بس نحن نحاول أن يكونوا في نفس اللفل يعني واحد أكسبرت مثلا ذو خبرة مع واحد من طلاب الجامعة مع واحد هذا رائد أعمال نجمعهم فنوزعهم في اليوم الأول على مدارة ثلاثة أيام طبعا نكتكم يوم 26-27 له اليوم وبوكرة 28 بلشوا أمس كل يوم لهم ثمان ساعات يشتغلون على شغلهم في مطبط طلبات معينة لبناء أبليكيشن أو له برامج تطبيق على الأجهزة الذكية الموبايلات والأيباد نعم في البداية يعرضون كل واحد يعرض فكرته عشان كيف راح يحل المطلبات هذه والمشكلة ويعطونهم الثلاثة أيام هذه وفي آخر يوم تعرض مرة ثانية على لجنة التحكيم اللي هو بكرة اللي هو بكرة إن شاء الله في آخر اليوم واللي يفوز طبعا لمكافأة وفوق هذا إذا كان التطبيق له سوق تساعد الجهات المعنية أنه ينزل التطبيق هذا على تتبنونه في الوزارة للتطبيق إذا نجح هو أوكي في شغلة في الوزارة اسمها حضنة الأعمال وهذه تساعد رواد الأعمال أربع جيل بعدين بس بما أنك سألت تساعد رواد الأعمال أنه يقدر يسوي مشروعة أو فكرته مثلا نعم بخطوات معينة كيف يعمل درسة الجدوى كيف يتخل السوق كيف يوقف هذا ريلا وكيف مش بس يعني كمساعدة أولية لا أو مساهمة في المشروع فوق ذلك مش أنه بس عمل تطبيق واحد ولكن أو المشروع هو سوى أول بذرة لا نحن نبغي أن نتأكد أن بكرة في كنتينيوتي يعني عائد على المشروع نفسه أو نجاح المشروع نبغي يكون فيه تواصل نبغي نعرف أنه خلاص هذا المشروع اعتمد على نفسه نعم أنا ودي أسلك يا حسين أنت تقول فيه شركات مشاركة وشركات عارضة نعم يعني نوعين من الشركات كم عدد المشاركة وكم عدد العارضة عندنا الله يسلمك فوق الـ 120 بين توتر كم فوق الـ 120 بين وزارات وبين شركات هذه مشاركة المؤتمر نعم هذه المشاركة مع المعارضة هذه العارضة المؤتمر في شركات أخرى وفي أفراد وفي دول خبرة ففي جهة المعارض عندنا الأباثون وعندنا حضرات الأعمال هذه عندنا مسرح لابداء مسرح لابداء هذه من الثالث سنة له طبعا مع المعارض لأنها النسخة الثالثة من المعارض حضرات الأعمال يأتي يجون الشباب مثل ما قلنا نعلمهم كيف يعمل درس الجدوى ويدرس السوق وشي المطلوب في السوق ونأخذه ونعملها نحتضن ونوقفها ريلا مسرح لابداء يشرح الشخص اليوم شوف فكرته جدام الحاضرين في مسرح وفي جمهور وهما اللي يصوتون فلان يستاهل أن يفوز أو لا مش لجاة حكم الله يوفقكم إن شاء الله هذا الحين نتمنعه وطبعا نشكركم على جهودكم اللي تقدمونها أيضا في خدمة هذا البلد أنا فقط أذكر بكرة بكرة أهم يوم لرواد الأعمال بكرة يأتيون رواد الأعمال الساعة كم جاء يكون يبلش المؤتمر واحد ونصف بس طبعا يأتيون قبل وين مكان المقر أرض المؤتمرات المؤتمرات في قطر فونديش نعم بكرة يومهم يأتيون يعرفون ما الموجود السوق ما فيه كيف يبدون مشاريعهم بكرة الخبرة يأتيون ويقولون لهم وبعد ما يخلصوا من المؤتمر يأتيون مسرح لبداع هناك يحصلون كل اللي ياببونا نحن متواجدين بكرة طول اليوم خصوصا لرواد الأعمال يظلوا جئكم ونتوقعون الرسالة والصلاة وإن شاء الله يشاركون في المؤتمر بكرة ويكونون متواجدين بإذن الله السيد حسين صلاة مدير إدارة العلاقات العامة والاتصالات وأيضا تكنولوجيا المعلومات في وزارة الاتصالات شكرا على حضورك معنا في برنامج ترحيب ساعدنا بتواجدك شكرا شكرا حسين معك مشاهديننا فاصل قصير وبنتابع ما تبقى من برنامجنا ترجمة نانسي قنقر